يقول علماء الفضاء الذين يراقبون الكون إن في مجرتنا حوالي 100 مليار نجمة فيما يقدر أطباء العصاب أن في دماغنا العدد نفسه من الخلايا العصبية ويمكن القول إن ما نشهله عن مجرتنا يكاد يوازي ما نشهله عن الدماغ البشري ولكن ذلك لم يمنع كتاب روايات الخيال العلمي أو الحالمين به من تخيل يوم سنتمكن فيه من تحريك الأمور باستخدام الطاقة الذهنية أو من التواصل فقط عبر الأفكار ولكن هذه الأحلام بدأت تتحقق اليوم بفضل ما يعرف بالآلات الخاضعة لسيطرة الدماغ أو تكنولوجيا التواصل عبر الخلايا العصبية فكلما فكرنا أو تحركنا أو انتابنا شعور معين أو تذكرنا أمرا ترسل الخلايا العصبية في الدماغ إشارات كهربائية صغيرة تنتقل من خلية عصبية إلى أخرى بسرعة تصل إلى 400 كم في الساعة ناقلة الرسائل ضمن الدماغ وإلى أعضاء الجسم الأخرى صحيح أن المسارات التي تسلكها هذه الإشارات معزولة إلا أن بعض الأثار ضعيفة من الإشارات الكهربائية يستطيع أن يتسرب ويمكن رصده من خلال أقطاب كهربائية تضع قرب الدماغ أو فيه عندما يريد اللاعب أن يركل الكرة يرسل الدماغ إشارات كهربائية إلى العضلات المسؤولة عن إتمام هذه الحركة يمكن للكمبيوتر أن يحفظ أنماط الإشارات الكهربائية الآتية من الدماغ ويخزنها ليتعرف إليها لاحقاً في حال صدور الإشارة نفسها أو إشارة مماثلة وهكذا يمكن برمجة الكمبيوتر ليتجاوب وينفذ الأوامر التي يتلقاها من دماغ شخص معين ويسعى العلماء جاهدين إلى تحسين نسبة وضوح الإشارات التي يتم تلقيها من الدماغ والطريقة الأسهل تتلقص في وجود عدد من الأقطاب الموصولة بالرأس ولكن الجمجمة تعرقل وصول جزء كبير من الإشارات الكهربائية وتشوش تلك التي تتمكن من الخروج إلا أن العلماء تمكنوا من زرع الأقطاب مباشرة في الدماغ للحصول على إشارات أكثر وضوحاً وهذا ما يسمح بتلقي الإشارات الكهربائية بشكل مباشر ويسمح أيضاً بوضع الأقطاب في منطقة محددة من الدماغ حيث تصدر الإشارات المقصودة وتتنوع إمكانيات استخدام هذه التكنولوجيا من الترفيه أو التحكم بألعاب الواقع الافتراضية على الكمبيوتر وصولاً إلى إتاحة الفرصة أمام الذين يعانون من إعاقات بالغة ليستعيدوا التواصل مع العالم حولهم ويشاركوا في مجتمعهم من جديد شكراً على إعاقات المقصودة